دكتور دعنا في الدقائق الأخيرة نوضح للمشاهدين كيف تجرى هذه العملية من خلال النماذج موجودة معنا الله يعطيكم العافية طبعاً إحنا عنا في عنا الحوض بهذا الشكل وعندي العظم الفخذ بيركب بالأصل بيكون عندي المفصل بهذا الشكل نتيجة بغض النظر إحنا شلنا هون رأس المفصل زي ما أنتوا شايفين سواء نتيجة كسر أو نتيجة العملية اللي إحنا بنسويها اللي هي بنقص فيها رأس المفصل بنحط هذا اللي هو عبارة زي بستم إحنا بنسميه عبارة عن سيخ معدني أو قضيب يدخل داخل العظم بالداخل فأنا هذا الوظيفة تاعته أنه يشيل عندي رأس المفصل وهون بدنا نحكي عن الفرق بين رأس المفصل إذا أنت بتساعدينه هذا رأس المفصل السيراميك بتحطي بإيدك لو سمحتي وهذا رأس المفصل الحديد هذا المعدن بس طبعاً الوزن والكتلة شتان مختلف تماماً يعني هذا خفيف جداً 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 طب دكتور هذا كان الموجود سابقاً؟ ولا زال موجود ولا زال طب لا يعيق المشي مثلاً من فقيل ممكن يسوي شوية ثقل ولكن هو ليست المشكلة بالثقل أكثر من أنها بعمر المفصل يعني المفصل السيراميكي اللي زي هات بعيش عبارة عن مش سيراميك اللي احنا من نكي عنه اللي هو السيراميك عفواً تاع الجدران أو تاع الحطان هي مادة السيراميك بينما اللي معك هو المفصل المعدني هذا اللي احنا منحكيه طبعاً بكون خفيف جداً بنركب رأس المفصل السيراميك على القطعة المعدنية اللي احنا حطناها بعدين بنيجي للمكان اللي بديركب عليه عشان يصير عليه مدى الحركة فأنا في عندي هذا الصحن اللي أنا بركبه بالحوض وبعد هيك بعد ما بركبه بثبته بالحوض بيصير عندي الحركة سليسة بهذا الشكل على المفصل تمام؟ العملية طبعاً أصبحت بالنسبة إلينا الحمد لله روتينية بتتسويب تاخد العملية تقريباً بين ساعة إلى ساعة ونص مؤظم الحالات الحالات الصعبة ممكن تاخد لحد ساعتين نسب النجاح دكتور نسب النجاح ما هو إحنا لو نحكي عن نسب النجاح لابد ما أن تتم العملية بالطريقة الصحيحة عشان تكون المعلومة واضحة إذا تم إجراء العملية بالطريقة الصحيحة العلم بيحكي أنه نسبة النجاح تتجاوز الـ 95% وقد تصل لـ 99% WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية عدت عملية غيار المفاصل ثاني أكثر عملية ناجحة بعد عملية الزايدة هذا حسب كلام ونظمت الصحة العالمية كما قلت لي بأني آيات نجاح عملية السبدال مفاصل بشكل عام تقع على عاطق وكاهل طبيب الجرح إلى حد كبير إلى حد كبير المستشفى بيلعب دور ونوعية المفصل ولكن العام للرئيسي اللي أخفيك دكتور هو خبرة الجرح في التعاون صحيح صحيح خصوصا يعني عملية غيار مفصل للورك بتعتبر أدق من عملية غيار مفصل للركبة لأنه بشكل عام مفصل للورك هو مفصل غير ثابت فبدأك تراعي جميع الظروف المحيطة لإجراء هذه العملية وتحاول أنه يطلع المفصل ثابت 100% لأنه من المضاعفات اللي ممكن تصير له صمح الله أنه ممكن يخلع المفصل أقل من نسبة 1% وبالعادة بيحدث هذا الشيء إذا لم يتم إجراء العملية للطريقة المناسبة وبالتأكيد دكتور في حال تم إجراءه في غرفة عمليات مؤهلة طبييا وفي مستشفى نظيف بالتأكيد هذا يضمن نجاح خصوصا يمنع العدوى ونتجنب أي حدوث الاقتهابات أكيد مليون بالمئة ما استشفوا دكتور في النهاية من حديثك بأن تطورت التقنيات في استبدال مفصل الورك حتى فترة التعافي أصبحت أقل والعودة إلى استعادة الوظيفة الحركية أصبح أكثر بإتاحة كل شكر لك دكتور محمد أبو هلال استشاري العظام المفاصل شكرا لحضرتك هدية مع اللقاء دكتور مخصل معدني هدية سلامت إنتك وزنك ذهب تسلامي يا دكتور كل شكر على حضورك شكرا لحضورك شكرا لحضورك شكرا لحضورك شكرا لحضورك